نشاب عبدالله رجل نشاب عبدالله صحابي حر نشاب عبدالله صحابي حر نشاب عبدالله صحابي حر سبعته كامل بحكاية رشيد نكاز اللي بعثت رسالة اتذار وتوبى وقال انا خلوني نمشي وما نزيتش عندي البوليتيك وخلوني بقى حرنوشين دافي وكذا وكي خرجو زاد شكر خرجوه بوصح ما زال ما خرجش من الجزيرة ما زال له حسب المعلومات اللي عندي ما زال له فشلف عايش تحت رقابات البوليسية لانهم يثيقوش فيه ما زال له يا هل ترى واحد يتبع رشيد نكاز في الشيريدال وليم كانسي قالك هذكوها مسكين تخليها عبشو الدار وصرار وكذا ومناء ولكالناس كانوا ندير كيفو يدرك يتحلو المشاكل يا هل ترى لو يدرك الناس يرام في المعارضة أو يرام مقبوطين يرام أسكو تتحل المشاكل كي كامل يبعثوا رسائل ونبعثوا هراناتبنا مدينة شغلوا ذلك هراناتبنا سمحونا ما زال البوليتيك نخليكم أحدكم في الساحة أسكو تسجم الأمور والله ما تسجم والله ما تسجم هذا يجب أن تضربهم هذا يجب أن تضربهم هذا يجب أن تضربهم هذا يجب أن تضربهم هذه النقطة الأولى النقطة الثانية هل جنرال علي غديري يرام في الحبز قريب أربع سنين حكم عليهم أربع سنين لو كان يبعث رسالة تعتوبة يطلقوه هذا يبدو أنه لا يديرها شاوي مغني لكن يقولون أنه كان يديرها يطلقوه لا يطلقوه علشان يخافوا منه ذلك قاعد يخوف كان بكلمة كان يخوف غير جايد صالح ذلك قاعد يخافوا منه وقلوه برقوه يكمل أربع سنين حكاية التوبة لا يوجد منها يحب أن يرخصوا الناس خارج من الحبز خارج من الحبز خارج من الحبز الصغير رح للحبز الكبير يناريان قاعدو على فان ذرك أسكو هما يطلبوا منه دير هذا الرسالة بالتوبة بالسماح ولهو مبادرة منه لا أعرف لا أستطيع أنا حاولت تصرت بأستاذة زبيدة السول لك تخبرني لم أردت أحترم موقفها لأن أريد أن أعرف أسكو طالب هذا داروا عن طريق المحامين ديولوه وإلى وحده لأنه أي حاجة وحده يخبر محامين أي شيء يديرو عبر المحامين أنا في الالفين وحدهاش لما جد داخله وما زالوا بخاد برد حي وبتحية كبيرة له عن المحامين اللي صح حبيت نستغل الربيع العربي دا قطل فلا شوف الملفة ديولي شوف أقدامنا أنا ندخل شاف أقدامنا ودعيت لي قال لك لش ما تفاوضت مع الجماعة وما عندي عن ماش نتفاوض أنا ما عنديش حاجة نتفاوض عليها ما عندي عاش مكسب مت ما خلالونا ثانياً أي حاجة نديرها نديرها بالشيء بي تقولين يعني حملته مسؤولية كبيرة حملته مسؤولية كبيرة تقولين هل يدخل يدخل ابقى من شهر مارس 2011 إلى غاية شهر أكتوبر 2011 وهو يتكتك في بروسيدور في كدام في بروسيدور عندي في كوندا ناسيون عندي تقال يدخل وكان هو في المطارسة النافية لأنه ندير حتى شيء بلا بي حاجة واحدة اخترى خلفته الرأي في 2013 كنت في جونيف بعد ما خرجت بعد ما وقفوا لي جريدة من جونيف الجريدتي ما خلاهوش تصدر نهار وانا يا بان ما نش متعلي تمنع لي صدرت على جريدة نغلق فمي تعطى لي كيف نزيد القركة وزيد الخد الثاني يعني تربيت كيف رضك عشرة ورضهم لك تبازي وكوت بيات يعني تربيت هك عشي تضرب كيف قريسكوت ولا يقولوا ها زيد لي واحدة اخر نو 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 داك خاطئنا هذي يعني في هذي كنت خرجت عملت مدوى صحوفية في الساير فقد عملنا وخرجت تحت الفرنسا درت لتوني في شين دو تليفيزيون بفم تيفي فرنس 24 العربية برومية ردي فرنس انترماشيونال ونحن لتحرك وستعت الجينة فش كيت بيهم في مزحق الإنسان وقعت الاخر كان في هذه الجلسة مزحق الإنسان وضع لدوز جوا عيت الخالد خالد برغل قتله وشكش مكاي نكذارية من ناحك لقدر ندخل قال لي ما تدخلش قال لي رامدالوكي يستيان شو البغولة يديرو لي منع من المغاتر الترابلطاني وانا في سويسرا قلت وشراك لو كان ندخل قال لي انا ما نصحكش تدخل ما تدخلش يعني كان صارب معايا قال لي انا ما ندخل قال لي انا ما ندخل نرى حتى تتخلصي راشيد مسري قلنا معايا في جونة باير في ميزة السحيق وقريسة قال لي راشيد قال لي خالد برغل وكذا قال لي نقولك نفس الشي ما تدخلش لانا جدا مغلنا دخلت دخلتنا خمسة جوان ستة جوان او صحافي اللي يخلو معايا في جريد التمرنة درنا حفلة كبيرة في فندق الجزائر احتفلنا بالذكرة الاولى الجريدات يوموجرة لقتلوها اقتلوها اولاد الحرام شهرين من بعد ولكن المرة الواحدة عني لي خالف تراي المحامي دياني سينو اي حاجة يديرها واحد سواره في الحبس سواره في المنفى سواره يسقسي المحامي دياني لما كنت تحت الرقابة القضائية في زاير في خمسة وتسعين في عامية وخمسة وتسعين في القرن الماضي كنت تحت الرقابة القضائية كل شي يندير عن طريق خالف برغم كل شي يندير نعرفه راجل وفحل و ثاني ما منش فحت الكثير خير وقاضي بحقيق ولي دي ما مر على المحامي ديالك يرسلني يقول محامي ديالك يقول ليش ريقلي معي ولا ريقلي مع الاخرين يقول مع المحامي ديالك هذا يقول اسكو راشد نكاز دار رسالة التوبة وطلب اسماح عن طريق المحامين ديالو اسكو يشاورهم كانوا أخرين كانوا معه في الحبس وما زالهم في الحبس ذرك هذي لان نقول اسكو ذرك اللوحنا نتبعوا راشد نكاز ونديروا كيفو نتبعوا 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 ونطلبوا اسماح ونديروا واحدة كلهم ما صراوالو اسكو تسجم البلاد قد أقسم بالله لو يجي وعد منهم اللي يتسجم البلاد والسجام البلاد يمر عبر حل كل المؤسسات تعال الخرطة اللي دارينها وانتخابات رئاسية تكون شفافة ويخلوا الشعب يقرر مصيروا وقسم بالله أنا أول واحد يقولوا ما أنا يبقى على الأخير ونقل بالسماح نقل بالسماح على اللي يسبيتكم نقل بالسماح ما سبيتكم شو وصفتكم بالعراية وصفتكم بالله وعندما تبونوا جهر كفوفة بسي نورمال يقولوا يا ودي حرام ما هو صح ودي حرام ولاش نقرح يقولوا يا بوال وصح بوال ويستهل واحد يقول ألو وفي الساعة قالها يبقى على الأخير اسمحوا الناس ولكن البلاد تسكم اعلنوا عن انتخابات الياسية المسبقة عن حل البرلمان ومجلس الأمة ومجلس الأمة ومجلس الأمة ومجلس الأمة ومجلس الأمة ومجلس الأمة رب يقدر خير بلادنا رب يباد عليها ولد الحرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا